سورة لقمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة وميوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذا بزواء ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذا أرزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعا كأن في أدنه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقوا في الأرض رواسيا تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلام مبين ولقد آتينا نقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله علي حميد وإذ قال نقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلو العظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملة أمه وهنا على وهن وفصانه في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي البصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تقعهما وصاحظهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم إثنان حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة أقم الصلاة وأمر بالمعروف والنعن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضر من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علمي ولا غدا ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعو ربنا عذاب السعير ومن يسلم وجاه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفرة إلينا مرعهم فننبعهم بما عملوا إن الله عليهم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمة فرى إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسقر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلم الكبير ألم تر أن البلك تجري في البحر بنعمة الله ليوليكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور وإذا غشيهم موج كظل لدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجعهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولد هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغر أنكم الحياة الدنيا فلا تغر أنكم الحياة الدنيا ولا يغر أنكم بالله الغرار إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسهم ماذا تكسب غدا وما تدري نفسهم بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ترجمة نانسي قنقر